الحبسي يسأل الحديث اقرأ و ارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هل للذي يداوم قراءة القرآن الكريم كورد مستمر أم لأي قارئ للقرآن الكريم لا الأصل أن هذا عامر نعم نعم أن هذا للمداوم المحافظ على تلاوة كتاب الله عز وجل و على تعهده بالحفظ و التلاوة و القراءة لبيان عظيم منزلته عند الله تبارك و تعالى و كأنه موكول إليه أين يختار أن يكون محله و مقامه فهو الذي يختار نعم ببركة كتاب الله عز وجل الذي تعهده و أولاه عنايته و ملأ به وقته و لهج به لسانه و شغل به قلبه فإنه و كأنه يختار المنزلة التي يكون فيها بترقيه فيما يقرأ من كتاب الله عز وجل فيرقى ثم يرقى و كأنه يختار المنزلة التي يكون عليها ببركة تعهده لكتاب الله عز وجل فهذا لا يتأتى إلا للمتعهد المداوم لا لمن لا يقرأه إلا لماما و لا يلتفت إليه إلا يعني شيئا يسيرا و الله تعالى المستعان أحد الإخوة يقول حتى يقال لصاحب القرآن نعم يقال لصاحب القرآن و كلمة صاحب تعني المداومة و الملازمة فهذا استطرهد أيضا في الجواب ترجمة نانسي قنقر